عزيزي المشاهدين ورجعنا لكم تاني في فقرة مميزة جداً هنتكلم فيها عن صناعة البي في سي والتشتباط لمجال أنظمة الشبابيك والأبواب مع شركة إيكوهاوس هيكون ديفي الكريم النهاردة المهندس محمد خطاب مدير مصنع وشركة إيكوهاوس بي في سي مساء الخير يا شمانس مساء الخير يا فندم شمانس محمد أنا يعني سعيد جداً بالفقرة دي شركة إيكوهاوس شركة لها صمعة طيبة جداً الحمد لله في البداية عايزة عرف من حضرتك نشأة المكان ده كانت إزاي شركة إيكوهاوس شركة لها إسمائلين في السوق بدأت في مصر في مدينة الغرداء في سنة 2009 تمام كان لسه بداية البي بي سي في مصر ولسه ما انتشارش يعني الستارت بتاعنا كان في الغرداء في الغرداء لغاية سنة 2012 بدأ الطلب يزيد علينا في القاهرة تمام فقررنا أن احنا نزول الطاقة الانتجية بتاعتنا ونوسع المكان وطبعاً الشغل في القاهرة حواليك كل حاجة فنقلنا من الغرداء للقاهرة وبدأنا الحمد لله وانتشارنا بشكل كويس دلوقتي عندنا أفرة كتيرة عندنا في اسكندرية عندنا في الغرداء شرم الشيخ دهب صوهاج القاهرة في القاهرة في عندنا في المعالي وفي العجوزة وفي 6 أكتوبر وإن شاء الله ريب جداً في مدينة مصر يعني قدر أقول إن إيكوهاوس بتغطي خريطة مصر كاملة؟ إن شاء الله أطمئ حتى إحنا لو في مكان في أي مدينة يعني إحنا عملين شغل حتى على حدود السودان وعلى حدود دبيا وفي سينة يعني عملين شغل في كل مكان ممكن نوصل العميل في أي مكان لو اتصل فينا من أي مكان هنوصله في تاني يوم إن شاء الله طيب خلينا يعرف السيرفيس اللي بتقدمها شركة إيكوهاوس البرانشيز بتاعت هاي؟ إحنا بنصنع أبواب وشابيبيك تمام اللي هي موصفة للعزد الصوت والحرارة والأتربة طبعاً بيختلف التوصيف من مكان لمكان حسب قربك من الطرق الرئيسية أو بعدك حسب الضجيج اللي أنت قاعد فيه مكان اللي أنت قاعد فيه حسب عدد الأدوار حسب مساحة الشباك الشباك ده بيعزلينه زي ما قلنا الصوت والتراب والحرارة بيختلف طبعاً عندنا الدبل جلس والتربل جلس والسينجل جلس فيه عندنا الرولر شاتر الشيش الحصيرة عندنا السلك البلسية عندنا السلك المتحرك والجرار طبعاً كل واحد بنطبق حسب الشباك اللي هو يركب عليه بنشتغل بقطاع اسمه وينسا القطاع ده بتصنع من شركة بلجيكية تمام الشركة ده موجودة في تركيا هي بتصنع أكتر من قطاع وأكتر من اسم حاك اللي بتستورد المتيريا البعض أنا اللي بتستورد بالضبط وده اللي بيميزني عن كتير ناس في السوق طبعاً فيه شركات تانية بتستورد لكن الشركة ده بتصنع خمس قطاعات خمس أسماء مش خمس قطاعات نفس القطاع بخمس أسماء هي الشركة البلجيكية دي كونينك بتصنع دي كونينك بتصنع وينسا بيمس مايسترو وبيمابن فالقطاعات دي نفس المستوى لكن بأسماء مختلفة شركة بلجيكية تصنع في تركيا طب خليني أقول لك هذا حاجة كل مشاهد بتفرج علينا دلوقتي هو مش في مجال البي في سي بمعنى هو مش متخصص في مجال البي في سي أنا دلوقتي كمشاهد لما بكون رايح عابب إن أنا عامل الموضوع ده حاجة أقول لحضرتك أنا محتاج إن أنا مثلا أعمل شباك عازل تماما للصوت والأتربة تمام تمام عايز أعرف من حضرتك الفرق ما بين الماتيريال إزاي بتقدر تفاهمه للعميل وفي نفس الوقت إزاي بتقدمه ده بسعر كويس بص حضرتك كل جودة وليها سعر كل حاجة وليها سعر عشان نتكلم برضه تمام نهاردة فيه في السوق ونفسها غريبة بالنسبة لموضوع الأسعار يعني نهاردة أنا مستورد بستورد خامة كواجسة عشان مفيش حد في مصر كلها بيصنع حاجة خامة اسمها وينسا إلا إيكوهاوس تمام تعني نهاردة أنت مجرد أنك أنت تشوف الشباك عليه ستيكر وينسا ده إيكوهاوس مفيش كلم تاني الماتيريال اللي عندك هي المرة واحد بظهر الكوالتي الكوالتي المرة واحد يعني حتى مفيش شباك يطلع أو باب يطلع من المصنع لو فيه أي مشكلة أي حاجة صغير تمام عشان كل طبقة إزاز بتدينا طبقة زي البلوك أو الطوب تمام كل طبقة إزاز تدينا طبقة زي الطوب فإحنا حتى لو عندنا بقوضة مغلاقة فيها طوبة واحدة فهيدخل لنا الصوت وهيدخل لنا الضجيج الصوت بينتقل عبر الأجسام تمام عزل مية في المية مفيش في عزل بيختلف بتختلف النساء درجات يعني النهاردة مش ممكن أسكن على الدائري وأقول لك ركب لي شباك تربل بلاس عزل للصوت فيه طيب أنت سمك الحيط عندك كام أديني مواصفات عزل عشان أنا أعزل لك على الطريق الدائري أنا لازم أركب لك شباكين عكس بعض سابت تربل بلاس تمام ويكون عندك أنت أصلا متوصف المبنى للعزل طب خليني برضو أعرف منك نسبة العزل اللي بتقدر توصل لها الرزلت بتاعتك كم في المية؟ والله ممكن نوصل لسبعين في المية أو ثمانين في المية سبعين في المية أو ثمانين في المية طيب في كتير شكاوي لما أعلننا عن ظهور شركة إيكوهوس معنا جات لنا على السوشيال ميديا عايز أعرف من حضرتك الناس دي تقدر تعمل إيه؟ في كتير من الناس ابتدت إنها تشتغل مع شركات بي في سي أخرى نعم وحصل عندها مشاكل كبيرة جدا في التشتبات مساحات، مساحات الشباك عندها كانت كبيرة المساحات بتاعت التشريب نفسها ما كانتش مصبوطة عايز أعرف منك الناس اللي بتحاول إنها تعيد بناء أو تعيد تصليح الأخطاء دي يقدر يتصرفوا إزاي؟ هني أجي من البداية هم من البداية اختارت طريق الغلط تمام يعني في عندي أنا مثلا بقولك يا مسترخص اللحم لما تشرب المرأة بتاعته تندم لي عشان أنت أصلا جايب حاجة رخيصة وعايز تاخد منها حاجة كويسة تمام ما ينفعش فالنهاردة أنا اخترت من البداية غلط يبقى أنا للشغل عندي كله غلط النهاردة لما نأسس عمارة ما ينفعش نأسسها بطوب لازم يكون في خرصانة طبيعي طيب أنا النهاردة بوصف شباك مقاس واثنين متر أو حتى شباك صغير بتاع حمام البي بي سي خامة ميتيريالس لازم يكون جواه حديد تسليحة طيب حديد التسليحة النهاردة في السوق بيبدأ من ثمانية من عشرة وبيانتهي بميلي ونص طيب ده كله أوزان ده ضعف على فكرة احنا بنتكلم بثمانية من عشرة وواحد ونص أي واخد بالي جدا يعني كمية حاجة دقيقة جدا حاجة دقيقة جدا حاجة دقيقة جدا وفيها مصارية خمسين جنيه أو ميت جنيه الإزاز نفسه بتستخدمه نوع إيه؟ المتيريالس أنت جايبها فيه متيريالس بتخش في مصر عشان تتباع متيريالس يعني أنا النهاردة مش تاجر متيريالس عشان أخش أبيع القطاع ده بالسوق وأكسب منه لا أنا بجيب قطاع عشان أصنعه وأكسب من تصنيعي أعمل براند لإسمي هيكوهاوس النهاردة براند طبعا فأنا مش ممكن أشتغل شباك بألف جنيه أو بثمانمائة جنيه وأروح بيع في السوق وأقول لك تعالى عندي ضمان عشرين سنة أنا بديلك ضمان حقيقي عشرين سنة مختم بختم الشركة بترجعيني فيه بأي وقت أنا مسؤول عنه طب خليني سألك سؤال برضو فيه نقطة بتهم كتير من المشاهدين معادة التسليم الطايم لاين بتاعنا للبروسيس بدءا من رفع المقاسات لغاية التسليم الفينال ريزل بيأخذ وقت الدقيق ماكسيموم تلاتين يوم ماكسيموم تلاتين يوم كويس هو مجرد أن العميل يتصل علينا على طول هجيله المندوب في اليوم الثاني أو ممكن بنفس اليوم هيرفع مقاسات ويوصف يرجع المكتب بنفس اليوم ويعمل له المواصفة بيرسمها لي ويبعثها لي المواصفات اللي هو عايزها برجعها العميل مجرد أنه يدع عليها الأبروف ويدفع يعتبر أن الأوردر دخل تصنيع خلاص ماكسيموم تلاتين يوم ممكن بعد عشر تيام نركبه طب شمانتس محمد خليني برضو أقولك على حاجة كل المشاهدين يتفرجوا علينا دلوقتي أول حاجة هتيجي في دماغهم أن أنا عشان أقدم كولتيا وأقدم ماتيريال تكون بالشكل ده وبالجودة دي فالسعر هيبقى تو ماتش خليني أعرف منك الأسعار بتاعتنا هل تقدر أنك بتناسب لكل الفئات ولا حضرتك بتتكلم عن فئة معينة بص حضرتك المهضة لو كنا نتكلم في شباك بي بي سي تمام أنت لما تطلب خدمة يبقى لازم تدفع تمانع أنا مهربا ما يفعش أنزل اشتري عربية مرسيدس بثمان عربية جلي تمام دي عربية ودي عربية بس أنا اللي قصدي أقوله لك لو أنا حابب أن أخذ مثلا عربية جلي هل حاجة بتقدم ده ولا ما بيكونش عندك غير الكواليتي أنا بشتغل الكواليتي واحدة بتناسب أنا سعري مش عالي على الطبقات كلها بالزبط كده لا أنا سعري مناسب لأغلب أو 90% من سكان مصر بالزبط تمام فأنا يعني برضو مش السعر الهاي اللي عندي لا سعر كويس ومناسب إن شاء الله وبناسب كل فئاتك يعني أنا اللي عارفه عن إيكوهوس إن فيه بالعكس ده يعني الناس كتير قوي بتتكلم في الفيدباك إن الأسعار بتاعتكو مناسبة لكل الناس مناسبين إن شاء الله هو ده اللي أنا بتتكلم فيه يعني الأسعار بتاع حضرتك بيقدر نقول لها أسعار تنافسية آه تنافسية طيب خليني برضو أعرف منك التعامل بيكون إزاي مع العميل يعني مثلا هل بيكون في داوين بيمينتس ولا بيكون كله إن كاش بالنسبة للشغل نفسه هل بيكون بالمتر ولا بيبقى الموضوع توتال كوست؟ بيبقى إزاي التعامل؟ الشغل بيبدأ بيبقى بالمتر طبعا بالمواصفة بيبقى بربما مفصلة للعميل منفصلها بكل حاجة بكل تفاصيلها بالمتر المربع مفيش شغل بيبدأ من غير داوين بيمينت الداوين بيمينت عندي بيبدأ من 85% ل90% تمام 10% بتكون بعد التركيب تمام طبعا 10% دي بتكون ضمان للعميل عشان إنه هو يضمن إنه هو استلام كل حاجة كويسة الموضوع بيمشي يعني بحاجة رجز جداً ما فيش أي عقباتكم طيب خليلي برضو أسألك عن حاجة مهمة جداً خدمة ما بعد البيع في كتير من المشاهدين بيبقوا خايفين من نقطة إن أنا بعد ما اشتري البروداكت أو السيرفيس اللي بتكون الشركة بتقدمها إن بعد كده حيحصل معي مشاكل إزاي قدر أتصرف فيها؟ يا فندم أنا واخد تمن الخدمة دي تمام أنا لما ببيع شبال بيق بنسبة ربح قليلة مش ممكن أعمل عليه خدمة بعد كده يعني أنا نهض عشان أعمل في التجمع وأنا في أكتوبر ريبيرين ده يقل حاجة هيكلفني ألف جنيه تمام فأنا أول حاجة بحافظ عليها لما تطلع من عندي إنه يكون المنتج سليم مش بحاجة لربعين يعني حضرتك قلت إنه عندك دمانة عشرين سنة عشرين سنة خليني أسألك أنا دلوقتي لو خلال العشرين سنة دول اتصلت بيك يا بشمهندس خلال العشرين سنة دول لو المشكلة في القطاع كانت يريد أن يريد في صيانا أو مناسة عملا أن يريد حاجة للسنة الأولى تمام عشان أنا بدي سنة訴 بالسنة مم فأي سنة سيكون لاساقي لو في82 في القطاعات خلال عشرين سنة الشباك بتشغيل في شباك جديد لو في مشكلة في الاقسسوار خلال سنة inox fare الإقسسوار ومركب الاقسسوار جديد طبعا يكون العطل من السوق الصناعة تمام ليس سوق استخدام سوق الاستخدام سوق الاستخدام كانت يقول للعميلي ده تحت الكسته كذى وطبعاً سوء استخدام باين مش ممكن مثلاً المقبض تكسر واحده ومقبض تقيل يتكسر واحده مش ممكن ده تكسر مثلاً ده الكوست بتاعه وكذا بالكوست بتاعه وبناطعة العربية تطلع على طب تعمل الصيانة طب خليني أعرف منك برضو الميديا مينز اللي أنا قادر أتواصل معاك فيها لو عندي مشكلة فهل مثلاً بيكون لك رقم خاصة لين ولا بيكون التواصل عن طريق سوشيال ميديا؟ نحن موجودين في عندنا خدمة العملاء موجودة إن شاء الله بأي وقت يتصلوا هيتلاقي حد هيرب عليك بأي وقت طيب خليني بقى أعرف من حضرتك نقطة مهمة جداً في كتير من الناس بيبقوا عندهم الستيلات مختلفة بمعنى أنا مثلاً زوئي ممكن يكون غير حد تاني غير مشاهد آخر إزاي بتقدر توافق ما بين الأزواق دي وفي نفس الوقت هل بتديني ديزاين مثلاً قبل التنفيذ ولا بيكون الوضع إزاي؟ طيب نحن عندنا اوبيشن في البي بي سي برضو أول حاجة عندنا ثلاث ألوان اللي هم الأبيض والأفوايت والخشبي تمام عندنا في الإزاز نفسه ممكن نختار جورجان بار تمام اللي هو الرسوم من داخل الإزاز الجورجان بار ممكن فيه منه أشكال كتيرة فيه منه ألوان كتيرة ممكن نختار العميل الديزاين اللي هو عايزه ناملهوله تمام عندنا برضو اوبيشن بالنسبة للمفصلي قلب اللي هو ممكن تفتح الضالفة كاملة أو تفتحها أقلاب بس في المفصلي فيه أمشينات كتيرة في البي بي سي وهتناسب كل الأزواء فيه عندنا الأرج شغل الأرج ده كله طبعا بنصنعه بمصانعنا تمام مش بنصنع وره احنا شركة كبيرة مش مكاتب بيع زي كتير ناس تانية ربنا يوفق الجميع بنصنع وبنده ضمان حقيقي وبيكون عندك ستوك من الماتيريا اللي هو ده اللي بيديك الستوك اللي عندي 10 كونتينر طب طبام ده اللي بيديك الفريكسابيرتي في التعامل بزرط يعني حتى أنت النهاردة لو فيه مشكلة بعد فترة في الشباك عايزين نغير حاجة القطاع ده موجود بلوكسابير بتاعه موجود وبأي وقت ممكن نغير ونركب طيب خليني برضو سألك الشمانس بما أن حضرتك رائد في مجال البي في سي ايه المعوقات والصعوبات اللي قابلتك معوقات والصعوبات يعني هي بس التنافس في السوق المنافسة الغير شريفة المنافسة الغير شريفة والغش التجاري اللي موجود في السوق موضوع الغش التجاري أنا عايزة أقولك أن فيه كتير من الناس بعد ما اتعاملت مع شركات بي في سي كان عندها مشكلة كبيرة للأسف للأسف أنه تسوقت سمعة البي في سي هاقولك هذا حاجة خليني بقى استغل وجودك معايا ونقدم لكل مشاهد بيتفرج علينا ورقة بأهم النصائح والإرشادات أما يجي يتعامل مع شركة بي في سي قدر يعملها أول حاجة يتعامل مع شركة دي هاسمها في السوق عشان الناس اليوم إحنا في سوق مصر أول حاجة بناعتمد عليها هي الإسم تمام يعني نهارده أنه ما هاشتغل لك حاجة كويسة العلاقات الإكليمعية في مصر كويسة جدا فأنت حضرتك هتبعث لي عميل واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وكل واحد دي شبكة دي شجرة بتجبر من الإسم من الشغل الكويس أول حاجة اختار إسم كويس وشوف أكتر شركاتها صفحات على فيسبوك صعب مستحيل حتى من المصنعين نفسهم مستحيل طيب شونس محمد في النهاية أنا حابب بس أعرف الأفر بتاع حضرتك اللي بتقدمه لكل المشاهدين برنامج حكاوي اليوم كل حد هيتصل فينا دلوقتي من خلال الأرقام اللي ظهر على الشاشة إن شاء الله هياخد خصم 21% على الأفر اللي معموله ده لغاية إمتى؟ لغاية تلات أيام تلات أيام؟ تلات أيام إن شاء الله شونس محمد أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك أنا آخر حاجة حابب أقولها وبوجه تحية وبقول لأستاذ مينا معنا في الشركة كل سنة وان طيب النهاردة عيد ميلاده صعب مناسبة كويسة الحمد لله رب العنين أنه هاله وشكرا لكم نتمنى أن يكون فيدنا المشاهدين وقدمنا حاجة كويسة شونس محمد أنا كان لقاء سعيد جدا مع إيكوهاوس فمتمنى أنه يتجدد دايما إن شاء الله تعالى أعزائي المشاهدين انتظروني الفقرة جاية فقرة مميزة جدا هنتكلم فيها في مجال المصاعد مع جيت إليفيتورز